السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسلام بكم أصدقائنا على قناتنا الجديد قناة مقيمنيون رحب بكم يا حبايبنا ويا أبطال على هذه القناة قناة الجمهور قناة الجميع معكم أخوكم مهند اليوم رح نبدي بفيديو جديد عن سلسلة الجوكر خلصنا القلعة السادسة وصلنا إلى القلعة السابعة وحاليا أنا في القلعة السابعة ذلك ما أحب أن أطول عليكم المقدمة وكذا إذا ما كيتم اشترك يا حبيبي اشترك خلونا نبدأ الفيديو بشكل مباشر يلا بينا رمضان كريم طيب يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا دخلنا إلى القلعة السابعة صراحة القلعة السابعة وحصلت أيضا أوراق من القلعة السابعة من أهم الأوراق اللي حصلتها هي الجوهرة الأضافية أو البلورة الأضافية واستخدمتها تقريبا في أغلب الخطط لأن صراحة كنت تنتظرها أيضا الأشياء المهمة اللي حصلتها هي العملاق والنمو للأسف يا جماعة إلى الآن ضعيف يعني النمو لكن يعني الأشياء نقدر نقول يفيد بعض الشيء هذه من أهم الأوراق اللي حصلتها في هذه القلعة أيضا يا جماعة مثل ما وعدناكم أنه كل حلقة راح نتكلم عن قبيلة جديدة هذه القبيلة احذروا يا جماعة ما هي القبيلة فرسان العرب يا جماعة صراحة أتوقع أغلبكم ما يعرفها لكن الصراحة ما هي نشطة بشكل كبير جدا جدا للأسف صراحة لكن يا جماعة من دخلت القبيلة يعني بحثت عنه وكذا كانت تبرعاتها توصل إلى الألف وكذا فلكن المانع عارف يعني مثل ما تشوفون حاليا تبرعات 294 مثل ما تشوفون أنه أنا صالي طالب بالأوراق صالي يمكن ساعة تقريبا ساعة وإلى الآن ما حد أعطاني أي ورقة للأسف صراحة شوفاني كيف الحين رب أعطي ورقة هذه يا أخي تبرع تبرع كون كريم فخلونا يا جماعة نشوف معانا أول خطة أول خطة يا جماعة مثل ما تشوفون هذه هي الخطة اللي معانا اليوم ما راح نستخدم خمس خطط لأن الفيديو الماضي عملنا عن قلعة السادسة وكنا قريبين أنه ندخل للسابعة فتقدروا تقولون أنه هاي الفيديوين يعني مع بعض يعني خلاص يعني ما أعطيكم خطط جديدة بعد هذه الخطة يا جماعة هي نفسها خطة في الفيديو الماضي لكن أضافت لها التكبير كان فيها نيزة كين وضافت بدال نيزة كين حطيت واحد تكبير للأسف يا جماعة مثل ما تشوفون انت كبير أنه الأوراق النادرة بتكون مستواها ثلاثة يعني إلى الآن ما طورت بشكل كبير ما عندي أوراق فخلونا يا جماعة نجرب هذه الخطة لكن فعالة يا رب ننفوذ يعني صراحة يعني ما أقول لكم أنه حاليا الأشياء سهلة تجي أمامنا لكن يعني فيها صعوبة صراحة فيها صعوبة في بعض الشيء طيب يا جماعة مثل ما تشوفون سالم دخل معنا خوينا سالم يعني اسم عربي تقريبا سالم فخلونا يا جماعة نجرب الخطة صراحة الخطة يعني مثل ما تشوفون 267 داخل لهاي القلعة بالجديد فما صلي كثير صراحة من داخل فيها فهمين كيف يس كده يوس يوس لا يرمينا بالهواء أهم شي ما فيهواء يا الله خلاص انتهى يعني انتهى أنا احنا يبدأ هو يعطينا ضربات طيب 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 يا جماعة نعمل له تكبير جيد لا 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 حال ولا قوة إلا بالله شوف كيف لا تستهتر ما ينفع كذا يا الله خلاص تعالي من هذا الجهن خلاص بنتظر الهواء أسحبهم وأخرص من عدوم صراحة أو نعمل هكذا طيب ايش اللي او ماي غاد او ماي غاد لا حول لا قوة إلا بالله يا حبيبي وش السالفة ماهم راضيني يس 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 لا يا جماعة لا يا جماعة ما ينفع كذا ما ينفع كذا يا ربي يا ربي لحظة ايش هذا ايش هذا يا جماعة خلاص يا جماعة كتب علينا انه نقص صراحة يا جماعة ما نفعت مانا لكن والله انتم ما محلفيني صراعاته انه يعني كنت افوز بها بشكل مستمر يمكن ثلاث مرات خلينا نشوف يا جماعة السجل مثل ما ترون يا جماعة هنانا منتصر مع رقم مع مستوى 9 وهنانا منتصر يا جماعة وهنا خسران يعني لا تناظروا وهنانا منتصر يا جماعة وهنانا خسران وهنا خسران طيب يا جماعة انتقل للخطة اللي بعدها طيب هذه يا جماعة من الخطط اللي عجبتني جدا جدا وأتوقع انه عملتها في الفيديو الماضي ما نعرف لكن جتنا الجوهر الأضافية فضفناها إلى الخطة خلونا يا جماعة نجربها لانا صراحة عجبتني كثير وحبيت انه اوريكم يا طيب في واحد احد الأخوة بيقول بيسأل سؤال بيقول يا مهند كيف ابعث طلب لأحد الأشخاص واللي يجب انه ينضم إلى قبيلتي الصراحة اذا تريد تبعث طلب لأحد الأشخاص يا جماعة معانا مستوى تسعة ايش السالفة يعني انا شي بتوعد مستوى عشرة ايش يعمل إلى الحين بهذه القلعة والله شي غريب لا اله الا الله طيب خلونا يا جماعة نتقدم لحظة اه ودي اشوف شنو الورقة اللي بقى لا خلاص ارميلي ارمي يا جماعة اتوقع استخدم الأسهم ليش السالفة والله عرفت يستخدم الأسهم لا لا نيزك ما ودي انه يكتل لي الرابع يا جماعة قلنا ما ودي انه يكتل لي رابع ما يتحط لي كذا يا جماعة طيب 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 طبعا المستوى يعني اثنيا إلى الآن فضعيف تقريبا راح يموت صاحبي لا لا مو كذا ما يقنك كذا يا جماعة او 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 تقدم تقدم ايش هذا يا جماعة خلاص خلاص يا جماعة اتوقع احنا مسيطرين اكثر يا جماعة يا جماعة يشهد سالفة انتهى الجيش كله لا حلوة لا قوة الا بالله نيزك يا جماعة يا حبايب نيزك لا اله الا الله هم عادي يغطون نيزك اي 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 على نهايتها والله على نهايتها يا جماعة والله ماينفع كذا والله ماينفع يا اخي والله ماينفع كيف ايش هذا يعطاني تنين بعد امامي صراحة والله لكن يا جماعة اللي قاعد يجوني كلهم مستوى معالي يعني انت تريد تتقدم تحتاج النطقات الاشخاص يعني اقوى من عندك بكثير وايضا يعني كان يحتاج انه بس نيزك واحد يا اخي عطاني هذا النيزك ويش السالفة لذلك لذلك ايش راح اساو راح اغير باللعبة شوية فراح اضيفه هنا نيزكين ونجرب يا جماعة بنحط كذا نيزكين يا رب انه تضبط معانا وخلونا يا جماعة نجربها لان الصراحة يعني راح انقهر صراحة انقهرت لان انه مافزت بيا لان هذه الخطة جيدة لكن للاسف انه بها يعني ضعيف هذا الشبح صراحة ضعيف جدا جدا مثل ما تشوفون يعني كبرته وكذا وبعده ضعيف طيب يا جماعة خلونا نجرب او ماي جاد يا جماعة مستوى عشرة طيب 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 يا جماعة امسة يس لا تقول لي راح يكتلوك يس يس زين جيد كتلها يا جماعة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طيب لا يوجد مشكلة طيب لحظة لحظة يا جماعة لا أريد أن أذب الشبح صراحة علالان خمسة وهو ضعيف أصلا Oh my god Oh my god Oh my god طيب ما سنفعله يا جماعة الخطة كالتالي نفعل ذلك يا جماعة بعدها نضع هنا الشبح 17 يا جماعة 17 إذا كتلوا قبل أن أغلق اللعبة كلها طيب طيب يا جماعة تقدم رائع تقدم رائع ما معقول أنه نفسر يا الله هم عنده شبح طيب يعني شبحنا المفروض أفضل من شبحها يا حبايب وش هالراس هذا لحظة أنا أريد يعني مشكلة أنه حتى محاطة ملاك يعني خلاص نستحقنا ما الذي قاعد يعمل Oh my god Oh my god يا جماعة والله يعني إبداع إبداع صراحة خلاص قتلونا هذا الشبح أه جيد Oh my god يا جماعة الشبح حتى ما في فايدة Oh my god بيموت بسرعة بيموت بسرعة يا جماعة والله ما ينفع كذا وبعد عندنا من هاي الجهة أطونا يا جماعة يعني بنفس المكان يا جماعة واقفين حاليا على آخر لا تعملوا كذا لا تعملوا كذا لا تعملوا كذا يا جماعة أضرب ياس 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 يا الله يا جماعة صراحة ثمانية وسبعين القلعة Oh my god قدرت الموم يا جماعة قدرت أن أفوز بيع بصراحة مرتاعد جدا صراحة يا جماعة مرتاعة وفرعان أنه قدرت أفوز يا جماعة ما نعارف ليش كذا نبذلها ومعايا يعني بس فتحت التصوير بدأت الخطط تجي مضادة وصعبة أنه أتعداها ما أود أنه أطول الحلقة أكثر لأن الفيديو هذا عن قلعة وحدة عن قلعة السابعة وعملنا عن قلعة السادسة يعني هي المفروضة تكون من السادسة إلى السابعة فسبب الصعوبة اللي وصلنا له بدنا نحط كل قلعة بفيديو لحاله أحد الأشخاص يا جماعة يسألني بيقول كيف أبعث طلب لأحد الأشخاص صراحة أنا يمكن هذا السؤال يعني قلت بأثناء الحلقة بس ما جوابت عني أول شي لازم يكون المقابل ما داخل بأي قبيلة اللي أجل أنه تقدر تبعث طلب وإذا كان ما داخل على أي قبيلة تجي تضغط على اسم طبعا ما راح تقدر تلاقي اسم للأسف للأسف يعني حتى ذا جدت كذا وتريد تبحث عن اسم ما راح يبحث عن اسم هاي المشكلة يا جماعة بحث عن اسم القبيلة يعني راح يبحث فقط عن القبائل ما نعارف ليش هذا التخلف يعني ما في أي طريقة تبحث عن اسمه لازم تبحث عن القبيلة وتجي تبحث داخل القبيلة ليجل أنه تلاقي الشخص تخلف صراحة المهم خلي نفرض مثلا هذا أحد الأشخاص لكن هو ما داخل إلى قبيلة فهمين كيف يعني ما داخل هو القبيلة راح تلاقي هنا بدل فرسان العرب راح تلاقي هنا دعوة صديق اسم مكتوبة كذا دعوة صديق تضغط عليها راح ترسله دعوة لكن المفروض أو لازم يكون هو ما داخل أي قبيلة فهمين كيف فتمنى أنه جوابت على السؤال هذا أيضا شخص آخر يا جماعة سألني يقول لي أريد خطة القلعة خمسة بدون أساطير أو الشيطان ومعي أنا أيضا تمثال الشائك ومدريش صراحة سألت قلت له القلاع الباقي يعني أنا ما نعارف إذا أنت ما أخذ جميع الأوراق ولا ما أخذ جميع الأوراق بس للأسف ما جاوبني وعبر تقريبا يوم كامل فلذلك راح أهمل هذا السؤال وهذا اللي كان عندنا اليوم يا جماعة إذا حابين أنه أجي إلى قبائلكم إذا عادكم قبائل وكذا والموم يا جماعة تكون يعني النشطة القلعة بها تفاعل بها تبرعات فإن شاء الله أنه أزوركم عن قريب اكتبوا اسم القبيلة بالأسفل وهذا اللي كان عندنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتجنب مرض كرونة ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية سبسكرايبو لايكو كومنتو وغسل يديك قبل الأكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر